اشتركوا في القناة وعلى الأسرة وعلى كل مشاهدين القرار وحضرتك بالصحة وعافية والسلامة دكتور أمجد وإحنا في اليومين دول كمان يعني بنمر بمشكلة الفيروس كوفيد 19 وده متعلق بنسبة كبيرة جدا بالمناعة وموضوع حلقتنا هو عن المناعة بنسبة كبيرة فهيزين نتكلم مع حضرتك عن أول حاجة وهي اللي هنتناولها في الحلقة بتاعتنا أو الفكرة بتاعتنا النهاردة عن الفصلب اللويحي المتعدد تمام بداية كل عام وأنتم بخير بهنق السادة المشاهدين بعيد الفطر المجيد وكل سنة وحضراتكم بصحة وعافية وسلامة وسعادة وكل سنة وحضراتك طيبة كل سنة وحضراتك طيبة بالنسبة لي مشكلة التصلب اللويحي المتعدد هي مشكلة في الأساس مشكلة مناعية أو نقدر نقول نخصص نقول أحد اضطرابات المناعة الذاتية أو أوتوميون ديزيز يعني ايه اضطرابات مناعة ذاتية دكتور عماد؟ اضطرابات المناعة الذاتية اللي فيها جهاز الجهاز المناعة المسؤول عن الدفاع عن جسم الإنسان أو بنسميه أو نقدر نخصص بصورة خاصة نقدر نقول الجاما إمينو جلوبيولين جهاز المناعة بيبقى من أحد عناصر جهاز المناعة بدل من عملية الدفاع عن جسم الإنسان لا بنجد استهداف لبعض الأجزاء في جسم الإنسان فبنجد في حالات التصلب اللويحي المتعدد إن جهاز المناعة أو اللي قوته بسرعة عامة الإميون سيستم وخصوصا بعض العناصر المناعية فيه خاصة الخلايا التائية أو نقدر نقول بالذات مادة TNF ألفا بتبدأ تستهدف بعض الأجزاء في الجهاز العصب ما هي هذه الأجزاء؟ غشاء يا دكتور عماد مبطن للجهاز العصبي بنسميه الميليند شيس غشاء الميلين ده غشاء مهم جدا جدا بتسري فيه الإشارات العصبية من المخ للأعضاء بسرعة عامة الطرفية أو إلى الأطراف يعني هذا الغشاء عندما تستهدفه بعض عناصر الخلايا المناعية بتبدأ تعمل عملية التهاب لهذا الغشاء اللي هو الميليند شيس وتبدأ تؤدي هذا الالتهاب إلى تآكل هذا الغشاء فبيكون حضرتك عندك كأنك ماشي في طريق بالسيارة وتجد حفرة في الطريق إيه اللي بيحدث؟ طبيعي جدا بتكل الإشارات الواردة يعني بعد السيارات هتعدل من الجنب جميل هتتجنى وتتخطى آه لما الفلو بتاع الإشارات مش هيكون نفس الفلو لو الطريق آه على الأقل هيبقى فيه بطء في حركة الطريق وكذلك بنجد بطء فيه انتقال الإشارات الكهربية أو السيال العصبي بسرعة ولذلك بنقول هو عبارة عن خلل مناعي خلل مناعي ذاتي بيستهدف المايلين تشيس المحيط بالمخ أو بصورة خاصة أكثر وأكثر بالحبل الشوكي الحبل الشوكي أو المادة البيضاء كما نقول أو كما هو مشهور عند الناس دايما نقول ده مرض المادة البيضاء المادة البيضاء هي مادة المايلين فبيبدأ الجهاز العصبي يعمل فيها فجوات أو نقاط التهبية أو تقطعات كل هذا الأمر يؤدي إلى ضعف في الإشارات الكهربية وبالتالي ضعف في حركة الجسم في الأعضاء التي يتم تغذيتها من خلال هذه الأعصاء فنجد أن الحركة بتكون ضائلة جدا أو ضعيفة على مستوى الأجزاء تبقى للجزء المصادر نقدر نقول أن دي الأعراض يا دكتور آه الأعراض بالضبط كده يا دكتور الأعراض هي إيه؟ لو تكلمنا في الأعراض على حسب ما كان الإصابة في الجهاز العصبي على حسب إصابة الماينة شيس بيبدأ الأعراض تظهر لي في الجسم فلو قلنا أن الإشارات اللي نزلة للطرفين السفليين مثلا أو الطرفين العلويين بنجد بعض الإشارات لو حدث تلك الفجوات أو تلك الالتهابات في بعض المناطق بعض المناطق على مستوى الجهاز العصبي ده يؤدي إلى تقليل كمية الإشارات الكهربية وبالتالي ضعف في الأطراف فبنجي الضعف في حركة الحركة بسرعة عامة الحركة بسرعة عامة على مستوى الجسم طبقا ليه موضع إيه؟ الإصابة فممكن الحركة دي تبقى ضعيفة على مستوى يد واحدة أو يد مع رجل مش شرط يكون بنفس التناسك اللي كلنا عارفينه مع حالات الشلل النصفي حالات الشلل النصفي مثلا في حالات الاستروك بيحدث الإصابة يا دكتور عماد على مستوى جزء معين من المخ عبتبقى الإصابة عندي في منطقة بنسمى Area 4 المركز التحكم آه المركز ده ممكن يكون يمين أو شمال فالإصابة اليومنا في هذا المركز اللي هو اللي بنسميه الموتور إيريا أو منطقة التحكم في المخ بتبدأ اليمين يصبلي الشمال إيد ورجل على نفس المستوى طب والشمال يصبلي يمين إيد ورجل على نفس المستوى يبقى إذن فيه اختلاف كبير جدا ما بين الإصابة الإصابات فيه مشكلة الـ MS أو التصلب الوايح المتعدد وما بين الإصابات على مستوى الترابات الدورة الدموية المخية أو حالات الاستروك أو الترابات الوعائية الدماغية جميل؟ زي حالات الشلل النصف فده بيبقى مختلف أنا ممكن ألاقي فيه MS ألاقي إيد من اليمين مع رجل من الشمال هم الأكثر ضعفة أو رجل الشمال مع إيد من اليمة أو اتنين على نفس المستوى يبقى سواء على نفس المستوى أو مختلفين بنقول طبقا لمواضع الإصابة فين في الحبل الشوكي والمخ نوعا عايزين نبسطها شوية للمشاهد العادي الطور ونقول إزاي المشاهد العادي يقدر يعرف أن اللي عنده ده هو تصلب لوائح هو طبعا المشاهد العادي طبيعا إن شاء الله ما عندوش أي حاجة خالص إطلاقا ولكن هؤلاء النوع من المرضى عندما يشعرون بضعف عام ضعف عام في التحكم بعض نوبات الضعف تصل تلك النوبات يا دكتور عماد إلى يعني تقريبا فجدان الحركة فجدان الحركة في طرف معين من الأطراف أو طرفين على حسب أو في ثلاثة أطراف على حسب قوة الإصابة يعني بعد الإصابة بهذا بسرعة عامة مش أقدر أقول إيه بالزبط الإصابة إنما يا طرف يا طرفين يا ثلاثة على حسب الإصابة وقوة الإصابة والموضوع ده بيختلف من ناس لناس لأن قوة التحمل عند بعض الناس تختلف عن الآخرين فبالتالي بعد إحساسه بهذا الضعف بيبدأ يتوجه مباشرة إلى الطبيب بيبدأ يروح لطبيب المخ والأعصاب اللي بيبدأ على طول مباشرة بعمل الرانين المغناطيسي يعمل الرانين المغناطيسي MRI يبدأ من خلاله يشوف white patches أول ما يبدأ يشوف تلك البؤر البيضاء أو النقاط البيضاء بيبدأ يتأكد له إن الحالة اللي قدامه هي حالة MS تصلب لوائحي متعد طيب حركة يعني ذكرت السبب المباشر لوجود التصلب اللوائحي لو قلنا بقى السبب غير المباشر إيه الأسباب اللي بتخليه يعني المشكلة تحصل أساسا سؤال جميل من الدكتور عماد ولكن الأسباب غير المباشرة يعني نقدر نقول هي الأسباب المباشرة يعني إيه اللي أدى إلى هذا الخلل في المناعة بالضبط الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل المناعة ولما حدث الخلل المناعي فالباقي هو تحصيل حاصل المناعة إذا اختلت فقد يأتي عدد من الأمراء يعني أصابة الحبل الشوكي يعني يعني الإصابات اللي مختلفة لكن البداية آه إيه اللي أدى إلى ذلك إيه اللي أدى إلى إصابة الحبل الشوكي أو الغلاف اللي بيحيد بالحبل الشوكي حركة بتسأل سؤال يعني ما نقدرش العلم نفسه لم يصل إلى إجابة مباشرة لهذا السؤال ليه مثله مثل كل الأمراض المناعية يا دكتور عماد اللي بتصيب جسم الإنسان سواء تصلب الوايحي أو صدفية أو ذئب حمراء أو روماتويد أو كل هذين مشكلات ولكن نستطيع أن نضع بعض المشكلات التي قد تؤدي إلى خلل المناعة ونبدأ بأولها لو قلنا أكثر الحاجات رقم واحد كسر التناول الأدوية كسر التناول الأدوية دكتور عماد عملنا حلقاتك مع بعض قبل كده واستقبلنا بعض الاتصالات من الناس الناس تقول لك أنا ماشي على دوة طول عمري عايز أقول للسادة المشاهدين ما ينفعشي أنك تمشي على دوة طول حياتك ما فيش مرض نفس المرض بيستمر بقوطه طول الحياة ولا نفس المرض ممكن يكون موجود طول الحياة يعني ده مشكلة أن الناس بتتعاطى الأدوية من غير الرجوع إلى الطبيب من غير أي وصفات طبية هو خلاص ده بيختلف عن النظام بر النظام بر إلى حد ما الأدوية تبقى محكومة محكومة إنما عندنا هنا في الأسف في مصر العملية مفتوحة فتلاقي مريض ماشي على الأدوية بإفراط أنا بشوف ننصح بيها بعض كمان لما بنلاقي حد عنده نفس العرض بنلاقي الناس بتتطوع تتطوع وتنصح اللي بيعاني من نفس العرض بإنه يتناول على طول بدون اللي بوح حتى الطبيب يقوله يجرب وفي بعض الناس بتسأل الصيدالي أو يعني عشان ما نسلمش الصيدالي بتسأل العامل في مجال أو مهن اللي بتعاون الصيدالي وبيكتب له العلاج وبيستمر عليه كل ده خطأ عايزين نقول للناس اسأل طبيب وما تسألش مجرد لأ أنت ترجع للأخصائي للأخصائي قبل كل شيء رقم واحد يسأل الطبيب إنما ما سألت تسأل مجرد علاجات بصفة مستمرة ده بيبقى طبعا الجسم بيأخذ مناعة منه يترقم كمان الأسرد الجانبية أو الضرة الكيميائية على الأجهزة المختلفة في الجسم يبقى ده رقم واحد يا دكتور عناد رقم اتنين بقى نيجي نتكلم فيها اللي هي العادات بسرعة عامة العادات اللي بيعملها المريض من العادات السيئة جدا المسببة لإضطراب الجهاز المناعي هي الصهر للأسف يعني أنا سفرت خارج مصر كثيرا حتى في الدول الدول العربية الشقيقة مثل تونس والمغرب والجزائر شمال إفريقيا آه شمال إفريقيا باسم الله ما شاء الله ينامون أو تنتهي الحياة عند السبع مساء في السبع مساء خلاص كله أفل كله أفل مشان قول ده توفير طاقة أو أولا ده سيستم بلا هم رشاة حياتية يا معلوب دكتورة أنا كنت أقوم أمت بأقوم الفجر الفجر هناك ألاقي الحياة اشتغلت الناس بتبدأ تفتح محلاتها تقريبا في السادسة الناس بتبدأ تتحرك البكور آه البكور لكن للأسف عندنا في مصر بنبدأ تقريبا يعني فضلا عن النشاط الحكومي النشاط الخاص أو العام الناس سهرانة للساعة اثنين بالليل أو تلاتة بالليل يا ميزة بتميز مصر يا مصر السهرة يا دكتور لا يا معلوب دكتور لا مصر السهرة سهرة بجنود سهرين يحروصوا البلد إنما إحنا الناس وجعلنا الليلة لباسة وجعلنا النهارة معاشا يعني ما ينفعش أبدا إن إحنا يعني بعض واحد من الناس كان بيقول لي إيه؟ كان بيقول لي بمناسبة رمضان السابق بيقول إن هو هيتصحر بيتصحر وينام فلما بيتصحر بيتعب إزاي ورسول صلى الله عليه وسلم قال تصحروا فإن في الصحور بركة قلت له أصل هو بيتصحر ويمشي أهو يعني الممارسات مختلفة بيتصحر ويمش لوقتي البكور إنما حضرته قاعد طول الليل عشان ييجي قبل الفجر فيأكل وينام هي فيه نسبة كبيرة فعلا من الممارسات الحياتية يعني بتأثر على الناحية الصحية ده يدمر جهاز المناعة يا دكتور ده يدمر جهاز المناعة رقم ثلاثة نيجي نتكلم فضلا عن الصهر بقى ندخل على البعض من الحاجات السيئة جدا التخزين اللي هي أسوأ شيء يسبب اطراب المناعة هي التخزين هل نحن الغذائك دوائك طول عمرنا نقول الغذاء هو الدواء الغذاء هو الدواء إيه اللي بنكله أول شيء وسائل طهي الطعام وسائل طهي الطعام إيه أفضل الوسائل في الطهام دايما نقول الفخار الفخار رقم واحد البخار والفخار على هذا الوزن دول أفضل أنواع فيه الطهي لكن للأسف الزمان كنا بنعمل فيه أواني من النحاس دي ضرت ناس كتير جدا أواني النحاس أسوأ ما تطهي فيه الطعام هو الأواني النحاس بعد كده بقى تبدأ تقلل بقى الألمونيا سيئة إلى آخره لحد يعني أقلهم طبعا أقل شيء هو الفخار والبخاء والبخار بسرعة وسائل الطهي لو ضبطنا وسائل الطهي يبقى إحنا استفدنا كثير جدا جدا على مستوى المناع طيب نستكمل مع بعض باقي مسببات ضعف الجهاز المناعي ولكن لما ناخد اتصال من أحمد أهلا وسهلا بيكو أستاذ أحمد أهلا بيكو أستاذ أحمد أهلا بيكو أتصال بالنفس كثير عشاب أتفضل إيه ده اللي أنت عندك الغير عجب المناعب أي عندك إيه شعر جسم كله بهيش كده شعر جسم كله بهيش جسمك كله إيه أه الشعر يرجع لدوم الدخلية أرجع لدوم الدخلية أتفضل أيوه أعلاني الشعر كله إيه إيه أتفضل إيه أرجع لدوم الدخلية أرجع لدوم الدخلية أبيض 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 والصوت مش واضح شوية سيد أحمد أحنا مستمعين أه يعني حق معلش عيد المشكلة تاني بوضوح لأن الصوت أنا أخدم أيوه في تغيرات الأكتور بل عندك الغير عجب المناعة عندك اضطراب في جهاز المناعة غرغرينة على جهاز المناعة غرغرينة غرغرينة تماماً غرغرينة في جهاز المناعة؟ أه يعني إيه غرغرينة في جهاز المناعة أصل دي جديدة علي يا أستاذ أحمد يعني غرغرينة بتبقى الأعضاء طب ممكن طب ممكن دل ترسل ديوم نصع عن الحالة الأندي دي يا سعاد الحبيب أنا لم أعرف حالتك أجاوبك عليه هذا المسمى الذي ذكرته لم أقرأه في حياتي ولم أدرسه ولم أعرفه غرغرينة في جهاز المناعة ده مصطلح غريب شوي هداك قول العرض اللي بتشتكي منه اللي خلاك تروح للدكتور يا سبحاني طيب العرض العرض أي تفضل طيب يا دكتور العرض دي أنا بمسكي منه وأه بجواقل إحساسيه تعب في جنب اليمين فوق عند المعدة آه تعب في جنبك اليمين فوق المعدة جميل ومفيدة أنا بخبطني باستمرار جميل 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 و والدلد بتاع جاتني مش طبيعي في تحجير بيارات كثة طيب حاضر أنا هجاوبك يا سيد أحمد أستأذنك برضي دكتور أمجد أخليك معنا أستاذ أحمد يعني الدكتور وصف لك إيه علاجات عشان المشكلة دي يا أستاذ؟ لا لا مش محتاجه مش محتاجه طيب حاج تابع معنا أستاذ أحمد وإن شاء الله دكتور أمجد هيجاوب حضرتك إن شاء الله شكرا إن جزينا تفضل دكتور أنا بوصيه بس إنه هو يروح لطبيب قلب يروح لطبيب قلب مختص وإن شاء الله علاجك عند طبيب قلب مختص يعني الأعراض بتاع الأنام اللي اشتاكل منها يا أستاذ أحمد يروح لطبيب قلب يروح لطبيب قلب يروح لطبيب قلب إن شاء الله تجد دوائك يا أستاذ أحمد تمام سبب أنا أستكمل مع بعض دكتور أمجد على مسببات مراض الجاز المناعي إحنا كلمنا عن الأواني الطهي إحنا كلمنا من بداية الطهي يا دكتور أمجد يعني ده من أول الطهي طيب من بعد الطهي بقى الأطعمة اللي بناكلها بإحنا رقم واحد الطهي رقم اثنين إيه الأطعمة اللي بتأكلها للناس لازم يكون الطعام متوازن متوازن الناس اللي بتأكل بصورة مستمرة كميات عالية من لحوم بنقول لها ده خطر شديد عليه الناس اللي دايماً أطعمتهم بتمليح عالي بنقول لها ده خطر عالية الملوحة العالية إنها بترفع حموط الجسم بصورة عالية فتؤدي إلى خلل على مستوى الأعضاء بصورة عامة وجهاز المناعة بصورة خاصة النقطة التانية العملية الأطعمة نفسها لابد إن أنا يكون عندي نوع من التوازن في الأطعمة نوع من التوازن الخضروات لازم تكون طبق أساسي في الوجبة يعني الناس في بعض الناس اللي ما بيت تناولش السلطة إطلاقاً وخصوصاً زاوي السمنة زاوي السمنة والناس اللي عندها نقص في الفيتامينات بصورة عامة أو التهف الأعصاب ولا يتناول طبق السلطة ده خطر شديد جداً اتكلمنا بسرعة عامة عن الطهي وانتقاء الأطعمة نرجع ونقول الأطعمة اللي هي بالمادة الحفظة المادة الحفظة هي أخطر نوع من الأطعمة على جهاز المناعة والذي يؤدي إلى خلل في جهاز المناعة وبالتالي أي طعام أي طعام تستخدمه بالمادة الحفظة أنا بقول لحضرك أنت بتضر نفسك نجي لعادة تانية من العادات المشروبات الشاي السقيل الشاي السقيل من أسوأ ما تقدمه لجهاز المناعة الشاي السقيل اللي هو بمعنى الشاي الأحمر يعني نحن مش عايزين نقول شاي صعيد يعني يعني الناس اللي هي بتجيب مثلاً باكو شاي تحطه معلقتين كبار أو معلقة أو آه شاي أو بيتغلي أكتر من مرة أو أي شاي مغلي أي مشروب مغلي من أسوأ ما تقدمه لجهاز المناعة جميل كل دي حاجات سيئة جداً جداً في معاملة جهاز المناعة جميل نوع تاني برضو أيضاً نقطة من النقاط المهمة النوم في التكيفات يعني الناس دلوقتي أي خلل على مستوى الجسم بروضة وسخونة تؤثر في جهاز المناعة من الدرجة الأول دخلت يا دكتور أماد من الخارج ودرجة حرارة الجو بره كانت مثلاً وليكن 45 دخلت البيت البيت مكيف درجة الحرارة لقيتها 20 شايف حضرك الدروب اللي حدث دا؟ أجوة ما بين درجتين حرارة مرة واحدة بتنتقل من درجة التفع فتؤدي إلى نقص المناعة إلى أقل درجة أو العكس إلى أقل درجة فتؤدي إلى خلل في طبقة المايكروبيوم حضرتك الأمراض المناعية بسرعة عامة مرتبطة بطبقة طبقة بنسميها طبقة المايكروبيوم إيه الطبقة دي؟ اللي هي طبقة البكتيريا أو النورمل فلورا المحيطة بجسم الإنسان المحيطة بجسم الإنسان وبما أن التجويف الداخلي دا اللي هي قنالة هضمية كلها تعتبر كأنها هي داخل جسم إنسان ولكن هي خارج جسم الإنسان محاطة أيضاً بطبقة المايكروبيوم جميل؟ أو النورمال فلورا أو البكتيريا بكتيريا يا حضرات البكتيريا دي منها النافع والضار اللي هي محيطة بجسم إنسان فهي محيطة بك من الخارج ومن الداخل خليك معايا دكتور عشان حضرتك تقدر تربط معايا ما بين علاقة المايكروبيوم والبرودة اللي أنا بتكلم فيها ليه التكييف؟ ليه أنت ضد التكييف الشاز ده اللي هو أنا أدخل ألاقي بره 45 جوة في البيت كان؟ 20 20 ده مصيبة طب حتى يبقى جوة في البيت حتى 30 حتى 30 ده ما تلاقي ناس عاملة 16 و18 و20 دي درجات حرارة خطيرة الدرجة بتفرق يا دكتور عناد فتفاجأ إن من بره كان جسمك عامل حاجة اسمها فيزو ديلاتيشن توسعة للأوعية الدموية على مستوى الجلد على مستوى النورمال فلور فنشاط طبقة المايكروبيوم والبيكتيريا اللي محيطة بجلد الإنسان نشطة جدا 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 بمجرد تدخل جوة يحدث حاجة اسمها فيزو كونستريكشن انكباض للأوعية الدموية تكل النشاط البكتيريا النافعة وتكل المناعة إلى أقل درجاتها هنا بقى ما تسألنيش عن الأمراض المناعية الأمراض المناعية متعددة على حسب ضعف الجاية آه على حسب بقى أنت وظروفك بقى في الوقت ده إيه المواد اللي هتختل أكثر إيه العناصر المناعية اللي هتختل هتصيب إيه بالزبط إيه الجزء اللي عندك ضعيف إيه اللي هتصاب ولذلك أمراض مختلفة كلها ولذلك طبقة المايكروبيوم دي بيسموها دلوقتي طب المستقبل يعني تخيل معادة الدكتور أن دلوقتي أيام زمان أيام زمان كنت قرأت حديث عن التداوي بأبوال وألبان الإبع جميل مش عايز أقول لحضرتك أنا كان فيه أوقات من في مجلس أحيانا كان حد يسألني على أبوال وألبان الإبل طبعا حديث عظيم وجميل ولكن زي ما تقول إيه أعمل مش واخد بالي لحد ما فجأت كارات العلاج العلاج بالإيه العلاج بالبراز العلاج بالبراز أنت معي يعني إصلاح طبقة البكتيريا البكتيريونج دي هبدأ أصلح طبقة المايكروبيوم أو النورمال في الورد إيه الداخلية هيبدأ يعمل حاجة اسمها فيكالترانسي بلانتيشا عينة تحمل نفس البكتيريا ينقل البراز إلى مكان تاني عشان بكتيريا ويدخلوا ياخدوا من الأشخاص الطبعية اللي عندها بكتيريا طبعية ويبدأ يدخلوا فيه الأمعاء الخاصة بيه الإنسان المريض عشان تبدأ تمدوا بالبكتيريا 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 الصحيحة تخيل معي البكتيريا الصحيحة هو ده العلم اللي ما يعرفش نوع من المهم التداول المهم الأبسط تكلفة أو أبسط طريقة إلى التداول إنما دلوقتي لما أخد مريض الطلبات بنا عزتي إيه من أحدث الحاجات يعني اللي إحنا بنفخر بيها في علاج الـ MS هنلاقينا يعني اللي بيتعالج بالعلاج البيولوجي يعني على رأسه كاب ملك أغنى حد أغنى حد وأغلى واحد مش عارف أقول إيه غير نجح بتاتا بتاتا فين النجاح ولا نجاح ولا حتى أقدر أقول حتى يعني لو اطلاقه يعني ما عنديش النجاح اللي هو يخلصني من الحالة هو هيفضل عايش فيه وأغلى بالحالات مجرد أن يقطع من العلاج البيولوجي يرجع تاني طب لو حبينا بقى نقول دور الطب التكميلي في علاج حالات التصالف الطب التكميلي من الطب الآمن اللي بينزر رقم واحد يا دكتور أنا عليز차 أفرق قبل محتى تستطر هل تكاملي أغنى التكميلي هو تكاملي مع الطب التقليدي مع التقليدي آ唄 صح نقول ان هو التكاملي هو تكاملي مع letzب не下去 هو هو صح ان احنا نقدر نقول تكاملي لمصطلحات متعددة أول حاجة هو متكاملي مع الطب التقليدي لا تعارض بين كل الأنواع الطبية المهمة مصلحة المريض كيف يصل المريض إلى يعني أكثر طريق للعلاج أبسط طريق للتداوي المسألة مش مسألة نوعين من الطب والطب ده ضد الطب لا 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 فيش كلام ده جميل نجد الأطباء نظاميين كلنا نظاميين وبندور على مصلحة المريض فبالتالي إيه اللي يريح المريض وإيه اللي يختصر الدنيا معاه وإيه اللي يعني أنا ما أقدرش مريض مثلا من المرضى ما يقدرش على علاجات بيولوجية هيصرف له مثلا 10-15 ألف جنيه كل أسبوع يتنسب مع الحالة المرضية والحالة الاجتماعية والمادية للمريض بناء ومش بس كده لا ده احنا في نلاقي كمان إن في الطب التكميلي ما هو أنفع من بعض العلاجات اللي موجودة في العلاج الغربي أو الوسطة بالميدس بالضط يعني لو اتكلمت عن دور زي دور العلاج بسم النحل في مشكلة الـ MS ده يعني أفضل إيميونسيرابي موجود على ظهر الأرض هو العلاج بسم النحل العلاج بسم النحل معه أو كأي طبيب يستخدم العلاج بسم النحل مع مريضه إيه التكلفة؟ التكلفة أولا قليلة جدا لا ما تسويش في العلاج البيولوجي مثلا أي شيء خالص اطلق ولكن قد تفيد المريض بصورة عالية جدا تعدي العلاج البيولوجي بمراحل المراحل فلو تكلمنا عن الطب التكاملي بصورة عامة هو طب متكامل مع الطب التقليدي وفي نفس الوقت متكامل مع صحة الإنسان وليس هناك أي صيد إفكت مع الاستخدام المثالي الاستخدام الصحيح إنما طبيعي جدا إن كل شيء يستخدم بطريقة خاطئة يضر إنما لو تكلمنا عن بعض مخاطر الأدوية لا الأدوية تحمل مخاطر حتى مع وجود المنفع لكن الطب التكملي التغذية الصحيحة يعني الطب التكملي يعني يا حضرات رقم واحد تغذية صحيحة أبدأ إن أنا أغذي هذا المريض ما ينفعه وبعيده عن الأشياء اللي هي بالضر يعني إيه أول شيء هقولها يا دكتور أول شيء هقوله لمرضى الام اس هقوله خلي بالك من البرتين البرتين الأحمر هو أخطر شيء على جهاز المناعة ولذلك أنا هوصي هوصي كل النوع ده من المرضى إنه أول شيء يبعد يبعد تماماً أو يبعد نفسه عن البرتينات الحمراء أو اللحوم الحمراء إنه ممكن ياخد الدجاج البلدي ممكن ياخد أسماك الحاجات اللي أهزي الأشياء الخفيفة لا تضر جهاز المناعة لنما اللحوم نحاول نقلل منها على درجة لكن دكتور المعلومة المصدر لأنه عندنا هدلوقتي مشكلة كبيرة في اللحوم البيضاء والأسماك وهي طريقة الرعاية برضه أحياناً بترعى على بعض المغزيات اللي ما بتبقاش يعني نتائجها جيدة وبالها نعكساتها فنقول برضو ندور على المصدر بالضبط ده دكتور عماد ده أهم شيء يعني إحنا لذلك بنقول دجاج بلدي دايماً نقول يعني نحاول نحاول نصل إلى ده الموضوع ده على مستوى العالم يعني أنا بس رأوضح أستاذ مرشانين دجاج بلدي مش معناها الشكل دجاج بلدي اللي هو يعني بينمو على مراعي طبيعية يعني بعيدة عن الكيمويات يعني الناس بتروح للفرخة أو الدجاجة اللي هي الحمراء أو الزرقاء على أساس أنها بلدي ولكن هي بتنشأ إيه المصطلح اللي ممكن يشتبه فيه على الدجاج البلدي عند الناس الشكل 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 شكل الدجاجة يعني الشكل آه ندي دجاجة بلدي إن شكلها آه آه يعني بالشكل بالشكل بي آه حلوة قوي دكتور عماد يعني هو بالضبط كده دكتور عماد يعني إحنا عايزين الدجاج اللي هو متغزة تغزية سليمة أو نقدر نقول دجاج البيوت اللي هو لم يتلقى أي رعاية هرمونية عشان يعني مش دجاج الانتاج يا حضرات نحاول ندور على الطبيع على قد ما نقدر الحاجات الطبيعية والحاجات الأورجانيك ده رقم واحد رقم اثنين من العلاجات المهمة جدا في مشكلة الـ MS تصلب الواحي العلاج بسن النحل العلاج بسن النحل رائع جدا جدا هيساعد لي حالة الـ MS بسرعة كبيرة رقم ثلاثة العلاج الطبيعي بسرعة ما عليش شاب ما انتقل بالموطة دي هل سم الناحي ده بيعمل زي كورتزون لا ما نقدرش نقول تفضل طب هناخد اتصاد ونجاوب على السؤال أهلا وسالم أستاذ عماد تفضل السلام عليكم سفر دكتور كسام طيبين أبي الصحة والسلام معاك دكتور أمجل تفضل تفضل يا أستاذ عماد يا دكتور أمجل تذكر كسام طيبين وحضرك بالصحة وعافية وسلام تفضل يا أستاذ عماد لا اكتور منصول يا بابس حتى جيت وطي يا أستاذ عماد التلفزيون واسمعنا من التلفون أيوه ماشي تفضل معاك تفضل تفضل عندك حاسية بدام أيوه تفضل حاضر عندك حاسية بدام أعراضك إيه أستاذ نام أعراضك حاسية بدام ساعتك كلها أخذ علاج أخذ أي علاج يجلس تهاب حمرار وهرش وحرارة كانت جدمة مولة طيب حاضر يا أستاذ حاضر حاضر حاجوبك بالتفصيل تابع معنا يا أستاذ عماد من خلال الشاشة تفضل أيوه أستاذ عماد أنا دايماً بوصي كل حالات الحاساسية دكتور عماد بأنهم يعملوا الأول حاجة يا حضرات أكتر حاجة بتدخل لفمك إيه أو لمعدتك إيه وقد تسبب الحاسية إيه أكتر شيء؟ الأطعمة فرقم واحد تعمل تستق بنسميه فود برينت فود برينت اختبار بسيط يا دكتور عماد بيقدر أنه هو يحدد لي تقريباً أنواع عديدة من الأطعمة أكثر من 150 نوع من الأطعمة ممكن يشوف حساسية دمه أو جسمه لهذه الأطعمة ومن هنا بقى يبدأ يمنع هيطلع له تقرير من المعمل بأنه يبتعد تماماً عن بعض الأشياء بنسبة 100% أشياء تانية لمدة مثلاً 6 شهور وأشياء هانتنع عنها لمدة 3 شهور ويظهر له الأطعمة اللي هي بسرعة عامة جسمه ما بيتحسس منه فأنا بوصل أستاذ عماد بالنقطة دي لأن أغلب الناس بيبدأ ياخد على طول أدوية للحساسية ويترك وهو بيأكل حاجات المسببات للحسية عايزين نقول للناس إن فيه ناس بيبقى عندها حساسية من الخميرة تخيل الخميرة المشتركة في كل الخبز لا خبز بدون خميرة الخميرة نفسها ممكن يكون جسمك بيتحسس منها فبالتالي لازم تعمل الاختبار دا أو التست دا مهم جداً الفود برينت ماشاً يا فاندل كنا بنتكلم قبل اتصاله أستاذ عماد عن هل سم النحل بيعمل نفس طبيعة الكورتزون لا طبعاً سم النحل اختلاف كبير جداً جداً ما بين سم النحل والكورتزون الكلمة دي قلتها أنا شخصياً قلتها زمان سم النحل تأثيره أضعاف أضعاف كورتزون وكتبتها مرة مد ضعف الكورتزون كنوع من المبلغة أو الإعجاب ولكن المقصد فيه أن التأثير طبي تأثيره نتائجه وليس المقصد تشابهه هو ليس متشابه في أي شيء على الإطلاق ولكن نحن نتحدث عن نتائج يعني مثلاً لما أعالج مريض خشونة ركبا الكورتزون هتعمل ايه سكنت المريض دا لكن اللي عليك بسم النحل حلل المشكلة دي حلها هيبدأ مضاد للمعامل الالتهاب المفصل نفسه وهيبدأ يعمل نوع من تشحين أو يخرج للسينوفيا الفليوت دا بسرعة عالية لأنه بيعمل تنشيط للسينوفيا المنبرين وهيوصلني بدرجة أسرع وأجمل وبدون أي أثار جانبية عن الكورتزونات أو أية مسكنت فبسرعة عامة سم النحل مادة ميليتين أما الكورتزونات سترويدز دا موضوع ودا موضوع ليس لهم أي علاقة ببعض على الإطلاق يعني سم النحل نقدر نقول أنه ملقوش أعراض مع بعض الأمراض لا دا فيه اختلاف كبير يرقوا نقول أن فيه مثلاً بعض العلاجات لازم الطبيب بيسأل المريض أو بيتابع حالته وهل هو بيشتكي من أمراض معينة عشان يتجنب العلاج فهل سم النحل دا يعني بنتجنب إعطاءه لبعض الأمراض طيب قبل ما نجاب برده السؤال دا أستاذ عماد رجع تاني تفضل يا أستاذ عماد تفضل يا أستاذ عماد تفضل معك دكتور أبنجا تفضل يا أستاذ عماد بيتاخد علاج إيه سبب لك أحمرار يا أستاذ عماد علاج إيه بيسبب لك أحمرار اتفضل أي دا هو راسي يا أستاذ عماد طب إنت عملت تحليل الأطعمة يا أستاذ عماد الأول والصوت بس مش واضح يا أستاذ عماد هو اللي أنا فهمته أن يعني حق مولود بالحساسية في الدم وما تاخد علاج بيتجي لك حساسية آه بيتجي لك حساسية وارتفاعك درجة القرارة إما تاخد علاج إيه أستاذ عماد بيسبب الكلام دا آه الاتصال تقطع طيب أنا هجاوب الأستاذ عماد رقم واحد رقم واحد إحنا أنا بقول له رقم واحد الأطعمة يعني إحنا ما خدناش بيانات كافية ما خدناش بيانات كافية عن حالتك ولكن أنا بوصيك بزيارة طبيب مناعة قبل كل شيء جميل؟ ومعايا دكتور؟ نعم نتابع مع حضرتك رقم واحد طبيب مناعة قبل كل شيء رقم اتنين أنا بقول لحضرتك الأطعمة جزء مهم جدا جدا من العلاج المناعة هتقول لي لا ده أنا الأطعمة مش هي السبب أو غيره يعني إنت بالضبط المشكلة بدأت أو بيقولوا مولود بيها وبعدين أما بيأكل الأكل بالنسبال وبيبقى وفوش مشكلة ولكن أما بيتناول الأدوية بيحصل عنده ارتفاع ضرقة الحرارة لا هو أنا المعطيات دي بنسبالي غير كافية للإيجابة أنا غير كافية للمعطيات للإيجابة ولكن أنا بوصيه بزيارة طبيب مناعة بسرعة طبيب مناعة أي طيب نستكن مع بعض ونقول بقى سم النحل وتأثيره في علاج التصلب اللوحي حضرتك جميل إحنا هتكلمنا في النقطة دي كلام مهم جدا جدا ولكن بسرعة عامة العلاج بسم النحل في حالات التصلب اللوحي هيسعيد لي بصورة كبيرة جدا على زيادة الإشارات العصبة هيبدأ يقلل النشاط المناعي الخلايا التاقية أو مادة TNF ألفا هتبدأ تقلل كتير جدا جدا في النشاط بتاعها يعني المحصلة الأبحاث لما تعملت فيه أبحاث كان نفسي يكون معادي الوقت ولكن بسرعة عامة اتعملت على الحالات دي وعلاجها وبالذات فيه روسيا وأوكرانيا وتعمل أيضا فيه بحث منها تقريبا في دولة أوروبية مش فاكر إيه بالضبط نتائج ممتازة جدا لكن عندي سيستيماتك ريفيوز موجودة عن العلاج بسم النحل وحالة الـ MS أو التصلب اللوحي المتعدد بتؤكد بنتائج جميلة جدا وإيجابية في هذه الحالات وخصوصا مع التغذية العلاجية يعني هو سؤال عابر كده طول ليه سمي بالتصلب اللوحي المتعدد سؤال جميل لأنه أولا متعدد متعدد العراض بيعمل باتشز يعني بيخلي بعض الأجزاء في الجهاز العصبي جميل بيخليها تبقى كندنسة شوية تبقى جمدة متصلبة يعني ما فيش فيها إلا استستي جميل ومتعددة ما بيبقاش نقطة واحدة أو نقطتين لا ممكن نلاقي عديد من البؤر أو النقاط على مستوى فهو متعدد وفي نفس الوقت هو إيه تصلب لأنه بيقلل فيها النقط دي بتقل فيها المرونة والليونة والآخر فلذلك يسمى بالتصلب المتعدد أو التصلب اللوحي المتعدد نسبة إلى إيه الجهاز العصبي اتكلمنا كده عن التصلب اللوحي المتعدد عايزين ننتقل إلى مرض آخر وهو الصدفية جميل وخاصة الصدفية المفصلية جميل جميل طيب مرض الصدفية بسرعة عامة يا دكتور عماد أحد أمراض المناعة الزتي أحد الأمراض اللي ممكن يصيب أيضا الجهاز الجلدي بسرعة عامة ولذلك على حسب نوحة على حسب النوع حضرات كلمتني الوقت بتقولي عن الصدفية المفصلية الصدفية المفصلية فيه كلام جميل جدا جدا هنقول فيها ولكن نوضح للسادة المشاهدين ليه تسمت دي الصدفية المفصلية؟ لأنها على المفاصل أو تصيب المفاصل جميل أما هناك أنواع تانية من الصدفية زي الصدفية الثانيات اللي ممكن تجي في الثانيات أو الأظافر أو الإسكال أو بسرعة عامة على حسب مواضع انتشارها في الجسم واشفاها يا دكتور آه الصدفية المفصلية الصدفية المفصلية تسبب ألام في المفصل جميل وبالتالي تسبب كلها في الحركة وتسبب ضعف تدريج في العضلاء الصدفية المفصلية من أكثر الأنواع الصدفية المرهقة أو المتعبة لمرضى الصدفية وتختلط اختلاط كبير جدا جدا في تشخيصها مع الروماطويل مع الروماطويل ولكن هناك تشابه كبير جدا ما بين تأثيرهم إلا إن تأثير الصدفية المفصلية بيبقى غالبا أكثر وأكثر على المفاصل الكبيرة نلاقيها مثلا على مستوى الفيسد جوينس العمود الفقر ذات نفسه والفيسد جوينس بتاعته نلاقيها على مستوى المفاصل الكبيرة بصورة عامة الرغبتين الحوض الكعين الكتفين أكثر من الروماطويل اللي بيستهدف بصورة أكثر الأمراء اللي هي المفاصل الصغيرة سواء في اليدين أو في الرجلين تباعا يعني كله بيأثر في كله إلى حد ما هل ده مرض معدي؟ لا غير معدي على الإطلاق على الإطلاق الأمراض المناعة ذاتية كلها غير معدي غير ورصية لا حتة مسألة ورصية دي قد يكون للورصة سبب يعني ممكن يكون الحالة ممكن تكون لها تأثير جيني ولكن العلم لم يصل بصورة أساسية للحكم على هذه الأمراض بأنها بأسبابها إيه؟ إيه أسبابها المطلقة جميل إلا وجود الباصولوجي بقى بتاعها المشكلة إيه اللي حدث اللي اختلالات الداخلية اللي حدثت داخل جسم الإنسان من جهاز المناعة وتأثيرها على أعضاء الجسم عما تد المشكلة دي من المشكلات المناعة ذاتية اللي هي بالضبط تساوي إيه؟ مشكلة إيه؟ التصلب اللويحي اللي على الجهاز العصبي هنجد انتصدفية على مستوى إيه؟ الجلد والمفاصل بسرعة العرض بتاعها بتبقى ظهرة يعني إزاي الإنسان يكتشف إن ده يعني تأكيد بنلاقي مشكلات أول شيء مشكلات الألام الألام المفصلية رقم اتنين التهابات الجلدية بنلاقي التهابات الجلدية إلى حد ما بتختلف في صورة الصدفية بتبقى مشابهة للإجزيمة عند الناس لكن نقول للناس بسرعة عامة بتبقى معروفة التهابات على مستوى الجلد نقدر نقول إنها غير منتظمة الشكل التهابات غير منتظمة الشكل بيبدأ المريض يتوجه لطبيب الجلدية مباشرة اللي بيبدأ يفحص هذا النوع من الالتهاب عشان يبدأ يحدد نوعه إيه النوع ده من الالتهاب؟ هل هو إجزيمة أو صدفية أو مجرد التهاب من الالتهابات الجلدية؟ طيب لو حبينا بقى نقول دور الطب التكميلي في علاج الصدفية المفصلية؟ هيبقى أول شيء يا دكتور عامة طبعا زي ما دايما بنتكلم التغذية العلاجية وضبط العادات العادات التي يكون بها المريض تقليل حمط الجسم ضبط العادات بسرعة عامة أول شيء التغذية الصحية السليمة الاتجاه الأخضر يا دكتور عامة ونقلل اللحوم والبروتين والموالح المخليلات كل هذه الأشياء تضر بجهاز المناعة رقم اتنين المهم جدا جدا نبدأ أن احنا نمارس برنامج رياضي برنامج رياضي جيد كل يوم ساعة ماشي ده بيحسن من الجلد وحسن من طباعة الجلد مهم جدا نبعد عن مدخنين لا تجاور مدخن وأنت مريض صدفي ابتعد تماما لا تدخن ولا تجاور مدخن كل مرضى الصدفي ونيجي هنا للطب التكميلي من الحاجات الجميلة جدا العلاج بالحجام ولكن ده طريقة عنده مختص عنده المختصي بيبدأ يشتغل بصورة عامة على بعض النقاط في الجسم اللي هي بتفيد منعة الجسم والعلاج السحر جدا الجميل جدا العلاج بسم النحل وخصوصا في صورة كريمات تخيل دكتور عماد الكريمات سم النحل من أكوى يعني فيه علاج موضعي من سم النحل منتاز جدا يعني ليست فقط عن طريق الوخص لا 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 وده موجود على مستوى العالم كريمات سم النحل ده لدرجة ان هي كوزموتيكس يعني كريمات تجميل تساعد الجلد بصورة عامة مضادة الالتهاب من الدرجة الأولى لو بدأنا وفيه نوع تاني من الحاجات الطبيعية اللي ممكن تضاف لكريم سم النحل شجرة البونسيانة الجميلة اللي مزينا مصر كلها هناخد منها الصمغة الطاحة ونستخدمه صمغ البونسيانة صمغ البونسيانة مع سم النحل في صورة كريم ده من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي ممكن مريض الصدفية يعمله نفسه في صورة كريم أساس ويبدأ يزيب عليه هزي الأصماغ ويضيف له تلك المواد هتساعد بصورة كبيرة جدا جدا على الجلد وأيضا لو أنا أوصي المرضى انهم يعملوا حاجة بسيطة كده منزلية دكتور عماد لو استخدمنا الملح العادي الملح العادي وبدأنا نضيف الملح ده للفازلين وبدأنا نستخدم الملح مع الفازلين فازلين الطب العادي مع الفازلين الطب نجيب الفازلين ونبدأ نسخنه تسخين غير مباشر ونضف له الملح الإجراء البسيط أو المرهم البسيط اللي حضرتك هتعمله ده وتدهنه على الجلد ده يساعدك بصورة كبيرة جدا جدا في تحسين الحالة على مستوى الجلد يعني تحسين الالتهاب من الخارج أما الداخل فأنا بوصي دايما دايما بإصلاح طبقة المايكروبيوم المعدة بيت الداء والعلم في النهاية حضرات اكتشف بأن المايكروبيوم أو البكتيريا أو الطبقة المبطنة الطبقة النورمال فلورا المبطنة للجهاز الهضم بسرعة عامة وخاصة الكولون هو السبب الرئيسي في هذه الأمراض وهذه الاختلالة المناعية فبالتالي يا دكتور عماد المعدة بيت الداء رقم واحد إصلاح إصلاح المعدة بالتغذية الصحية السليمة ثم استخدام بعض الوسائل الضابطة لجهاز المناع مثل الألاج بسم الله يعني الحقيقة النهاردة كانت حلقة ممتعة مع حضرتك ويعني خلصنا منها بحكتين في غاية الأهمية التغذية السليمة الصحيحة واتباع الممارسات السليمة في حياتنا دول بيت الداء دول اللي بيخلوا جهاز المناعة بتاعنا لحد كبير جدا قادر إنه يقاوم أي أمراض سواء كانت أمراض مزمنة أو أمراض مناعية إحنا الحقيقة وصلنا لنهاية لأيتنا ونشكر الدكتور أمجد أزاع على هذه الحلقة الممتعة شكرا جزيلا دكتور أبي الله يحفظك بعد الدكتور أعزائي المشاهدين كل سنة وانتوا طيبين وصلنا لنهاية فقرتنا ونلقاوكم على خير دمتم في رعاية الله وإمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة